موسيقى خلال استقبال وزير خارجية اليونان الرئيس سيسي يحذر من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جهات موسيقى الرئيس عبدالفتاح سيسي يبحث جهود تطوير التعاون الزراعي مع القارة الأفريقية يده بتعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة موسيقى الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 16 مجزرة في قطاع غزة راحض حياتها 163 شهيد خلال الـ 24 ساعة الماضية السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينالش نصرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى اكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أهمية العلاقة الاستراتيجية ما بين مصر واليودان مشيدا بتنصيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الموضوعات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية اليونان جورج جيرا بيترا تايتس وفي اجتماع مفصل مع عدد من المسؤولين المعنيين أوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفريقية استقبل السيد رئيس عبدالفتاح السيسي وزير خارجية اليونان جورج جيرا بيترا تايتس وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير خارجية اليونان نقل تحيات رئيس الوزراء اليوناني إلى السيد الرئيس مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين ومشيدا بالتنصيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الموضوعات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الألية الثلاثية مع قبرص أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة حيث حذر السيد الرئيس من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة مشددا على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع مؤكدا أن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهل القطاع وإغاثتهم والعمل على تهدئة الموقف وقد اتفق وزير الخارجية اليوناني مع الموقف المصري مؤكدا أن الأزمة الحالية أكدت مجددا الأهمية المحورية لمصر كركيزة لا غنى عنها لاستقرار الشرق الأوسط كما تم التوافق على ضرورة الدفع بجدية وصرعة نحو تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل باعتبارها القضية المركزية في المنطقة والطريقة لإحلال السلام والأمن والاستقرار بها كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة والستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والعقيد الدكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير تعاون الزراعي مع القارة الإفريقية بما يتصق مع التوجه لدعم أليات التكامل الإقليمي وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية والاستفادة من الأدوات القرية لتعظيم الاكتفاء الذاتي بالقارة وحماية الأمن الغذائي حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على التحديات التي تواجه الاستثمارات المصرية العامة والخاصة في القارة ورؤية الدولة لسبل دعم تلك الاستثمارات وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الإفريقية في العديد من المجالات وخاصة الاستثمار الزراعي والمناطق اللوجستية والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي مشددا على أعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لزيادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد ووجه سيادته بقيام الحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار وتقديم الدعم للمستثمرين بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها في القارة الإفريقية أكد وزير الخارجية سامح شكري على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر واليونان في شتى المجالات والتنصيق الوثيق ما بين البلدين حيال القضايا محل الاهتمام المشترك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير اليوناني عقب مباحثة هما شدد شكري على أهمية العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر واليونان علاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية فيما بين مصر واليونان هي علاقات متشعبة ونعمل دائما على تطويرها هناك عدد من المشروعات في مجالات السياحة في مجال طبعا الربط الكهربائي من المشروعات الحيوية والبارزة في مجالات أيضا الاتفاق الذي تم سياقته بالنسبة للهجرة المسلمية والاعتماد المتبادل والعمل على تكثيف التعاون فيما بين القطاع الخاص ورجال الأعمال لزيادة حجب التبادل التجاري نحن لدينا اقتناع بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية وأن هناك أفاق وساعة لزيادة التبادل التجاري فيما بيننا قال وزير الخارجية سامح شكري إن المباحثات المصرية اليونانية تنولت استمرار التنسيق السياسي على أعلى مستوى كما تم التطرق إلى التطورات في غزة والحاجة إلى وقف إطلاق نار الفورية والحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية وخلال مؤتمر صحفي المشترك مع نظره اليونانية شدد شكري على الرفض التام للنزوح الجبري من غزة والعمل على احتواء هذه الأزمة وعدمية تصايدها المطالبة بوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على حل أي نزاع من خلال الوسائل السياسية بالتأكيد أن حجم الأضرار التي وقعت بالشعب الفلسطيني في غزة من قتل حوالي 24 ألف الآن وعدد المصابين اللي بلغ فوق الستين سبعين ألف سبعين في المية من المنشآت دم تدمرها البنية التحتية شيء غير مصبوخ في إطار أي صراع وتأثر المدنيين الأبرياء أكثر من ستين في المية سبعين في المية من الختلى من النساء والأطفال في الحقيقة هي كلها تلقي بظلال على دمير الإنساني بأن يستمر هذا الصراع وما ينتج عنه من أضرار بالنسبة للمدنيين الأبرياء من جانبي ثمن وزير خارجية اليونان جارجا جيراب بيتريتس وجهت النظر البناء للرئيس السيسي في العديد من الموضوعات وجهود مصلة عزيز السلام والأمن في المنطقة في هذا الإطار أعرب وزير خارجية اليونان عن قلقه إذا ما يحدث في غزة وكذا رفض بلاده لمحاولات تهجير الفلسطينيين لابد أن نكفل عدم نزوح أو أي نزوح للسكان وأن يجب أن يعود أهل غزة إلى أرضهم ويعيشون في رقائن وسلم دون أي إرهاب أو ترويع بالنسبة لهم وأننا سوف نعمل معنا نحو هذا الاتجاه وهو حل الدولتين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية التقى كبير منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة عمار غزة سيجريد كاخ بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة تناول اللقاء تطورات الأوضاع بقطع غزة وأكد وزير الدفاع على موقف مصر تجاه دعم القضية الفلسطينية ورفض التام لمحاولة تهجير الشعب الفلسطينية التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بسيدة سرغت كاخ كبير منسق الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بقطع غزة وسبل تنصيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع الذي يعاني من نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني والحرص على التنصيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى التهديئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة فيما أشهدت كبير منصق الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تضفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة معربة عن تطلعها أن تصفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة خلال زيارتها إلى مصر تفقدت كبيرة منصق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجريت كاخ المركز الاستراتيجي للهلال الأحمر المصري في العريش واطلعت على جهود الهلال الأحمر المصري في استقبال وتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية كما اطلعت المنصقة الأممية على الصعوبات التي تحول دون وصول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وثمن التكاخ خلال أزيار الجهود المصرية المبدولة لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع نسمن الدورة المصرية في استقبال وتجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة وبالطبع لا بد من سرعة إيصال المساعدات الإنسانية للأبرياء المدنيين في غزة أنا هنا لتطبيق قرار مجلس الأمن لمحاولة التسهيل والتسريع والتوسيع دخول المساعدات للمدنيين في غزة من أجل مواجهة هذه الظروف القمئة التي يعيشون بها وهذه الزيارة لنرى أنا والزملاء آلية تحسين دخول المساعدات ولنرى كيف يمكننا أن نقدم العون للهلال الأحمر والحكومة المصرية وكيف يتم تنفيذ ذلك لهم وهذا هو محور قرار مجلس الأمن وهذه المناقشات والزيارات هامة جدا لنا من أجل أن ننقل الصورة هنا لمجلس الأمن هذا وزارت كبيرة مناصق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجريد كاخ معبر رفح البرية حيث تفقدت المناصق الأممية استفاف شاحنات المساعدات الإنسانية في معبر رفح البرية خلال زيارتها الأولى للمنطقة عقب تعينها من قبل الأمم المتحدة هذا وتواصل مصر جهودها في استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري والتي لم تغلق يوماً واحداً أمام دخول المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحة والمصابين المزيد مع مراسل التلفزيون المصري محمود جميل مباشرة من العريش محمود بعد التحية جهود مصرية عظيمة وحثيثة تبزلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح سيسي من أجل الوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين ورفع المعاناة ودخول المساعدات الإنسانية كيف ترى الصورة لديك الآن؟ تحياتي لك مصطفى وسأبدأ بما تحدثت عنه بأن بوابة معبر رفح لم تغلق يوماً واحداً أمام دعم الأشقاء الفلسطينيين سواء بإدخال المساعدات الإنسانية أو حتى باستقبال الجرحة والمصابين وهذه هي الرسالة الأبرز التي تم التأكيد عليها اليوم في زيارة كبيرة منصق الشؤون الإنسانية وعادة الإعمار في قطاع غزة لدى الأمم المتحدة وهي الوزيرة سجرة كاغ تم التأكيد من خلال إطلاعها على كل الجهود الموجودة هنا في مدينة العريش على الجهود المصرية المبذولة في تجهيز واستقبال وإرسال المساعدات الإنسانية وهذه النقطة تحديداً كانت في المركز الاستراتيجي للهلال الأحمر والتي ثمنت فيها الوزيرة الهولندية أو منصقة الأمم المتحدة على الجهود المصرية المبذولة ولما رأته من مجهود كبير من المتطوعين في تجهيز هذه المساعدات وعندما اطلعت أيضاً من خلال أعلى نقطة في المركز الهلال الأحمر على كل الشاحنات المصطفى على جانبي الطريق وأيضاً الشاحنات الموجودة على جانبي الطريق أثناء توجهها إلى معبر رفح فبالتالي تم التأكيد على أن الجهود المصرية مستمرة وأن المانع في دخول أكبر عدد من الشاحنات هو من الجانب الإسرائيلي وليس من الجانب المصري وأيضاً اطلعت على حجم المساعدات التي تم منعها من خلال الجانب الإسرائيلي وعودتها مرة أخرى إلى المركز الاستراتيجي كالأسطوانات الأكسوجين والمولدات الكهربائية الرسالة الأهم أيضاً في هذه الزيارة هو حرص الأمم المتحدة على التعاون والتنصيق مع الجانب المصري وهذا تأكيد على دور مصر الكبير تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الأزمة حالياً في قطاع غزة وأيضاً التأكيد على دور مصر في إدخال هذه المساعدات الوزيرة سجرة كاغ أيضاً أكدت على أنه سيكون نقل صورة أكبر للمجلس الأمن من خلال هذه الصورة التي رأتها ثم بالتوازي بالطبع مع هذه الزيارة الهمة اليوم كان هناك دخول عدد من شحنات المساعدات التي بها عدد كبير من المواد الأغذية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى استقبال عدد من المصابين نتحدث عن 21 مصابين وإضافة إلى 29 مرافقة يتم تقديم كل هذه الخدمات محمود لو تأذن لي أن مصر بالإضافة إلى أنها لم تغلق معبر رفح يوماً واحداً نحن يعني وصلنا إلى اليوم الرابع أو الخامس بعد المئة يوم على هذه الحرب حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني مصر لم تدخل جهداً على الإطلاق في اللقوف بجانب الأشقاء في فلسطين العالم أصبح الآن ينظر إلى القضية بصورة مختلفة وكان آخر هذه التصريحات تصريحات وزير خارجية اليونان مع نظيرها المصري الوزير سامح شكري حول أنه لا تهجير للفلسطينيين والعودة إلى ثكناتهم وإلى أماكنهم كيف ترى الصورة بعد كل هذه الأمور محمود؟ وأيضاً ماذا عن المصابين والجرحة الذين يعالجون في المستشفيات المصرية سواء في القوات المسلحة أو في المستشفيات المدنية؟ أولاً نقطة هامة مصطفى فيما يتعلق بعدم القبول بتهجير الفلسطينيين وهذا مبدأ راسخ لدى مصر أكد عليه كل المسؤولين في خلال الزيارات المختلفة بمنع هذا التهجير وفي هذه النقطة تحديداً وحفاظاً على عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم تم إنشاء المخيم الإغاثي في محافظة خان يونس هذا المخيم المصري الذي أنشأته جمعية الإلال الأحمر المصري بتوجهات من القيادة السياسية المصرية هذا المخيم وصل عدد الخيام فيه الآن إلى أكثر من ألف خيمة يتم تقديم كل المساعدات الجذائية وأيضاً كل المستلزمات الطبية للنزحين من شمال غزة فهذا مجهود مصري داخل محافظة خان يونس يتم حفاظاً أيضاً على الفلسطينيين وعلى النزحين فيما يتعلق بالمصابين والجرحة مصر فتحت كل المستشفيات نتحدث عن سبعة وثلاثين مستشفى تم تخصيصهم لاستقبال المصابين والجرحة نتحدث حتى الآن وصل عدد المصابين منذ أن استقبلت مصر المصابين والجرحة إلى أكثر من ألف وخمسمائة مصاب استقبلتهم خمسة وعشرين مستشفى من أصل سبعة وثلاثين مستشفى يتم وصول المصابين تقديم الخدمة العلاجية لهم داخل المعبر ثم انتقالهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفيات المختلفة سواء هنا في محافظة شمال سيناء أو في مدن القناة على حسب الإصابات ونتحدث عن جاهزية كل المستشفيات هنا في محافظة شمال سيناء سواء كانت مستشفى الشيخ زوائد وهي الأقرب لمعبر رفح أو حتى مستشفى العريش التي تدمى زيادة عدد الأسرة بها أو حتى مستشفى بئر العبد بالإضافة إلى كل المستشفيات المصرية التي تقبل كل المصابين والجرحة بالإضافة إلى بالطبع الوحدات السكانية للمرافقين لهؤلاء المصابين وصلت الصورة وشكرا جزيلا لك زميلي مراسل التلفزيون المصرية محمود جميل من العريش حول الدور المصري في فتح معبر رفح ومساعدة الأشقاء شكرا جزيلا لك محمود أفدت وكلة رويترز للأنباء أن مصر تسلمت مساعدات مخصصة للمحتاجين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين في قطاع غزة لنقلها عبر الحدود في أعقاب اتفاق توسطت فيه قطر وفرنسا وقال مسؤولون أمنيون مصريون والهلال الأحمر إن طائرتين قطريتين وصلت إلى العريش وتم تفريغ الإمدادات ونقلها إلى معبر رفح الحدودي يشمل الاتفاق إدخال أدوية ومساعدات للمدنيين في غزة لسيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال أدوية يحتاج إليها المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع اشتركوا في القطاع تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنغارات وقصف مدفعي على أنحاء قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة على التوالي أصفرت عن استشهاد وإصابة العشرات واستهدفت قوات الاحتلال عدة منازل غرب خانيونس وسط قصف مدفعين كثيف طال كافة المنشآت كما استهدفت قوات الاحتلال منازل في مدينة رفح بجنوب القطاع ومخايم جبلية بشمال القطاع ومحيط مستشفى ناصر الطبي في خانيونس هذا وأكدت الصحة الفلسطينية في غزة أن الساعة الأربع والعشرين الماضية شهدت ارتكاب الاحتلال ستة عشرة مجزرة راح ضحيتها مائة وثلاثة وستون شهيدا وإصابة ثلاثمائة وخمسين أخرين بينما أعلنت في حصيلة غير نهائية ارتفاع عدد ضحايا القطاع إلى أربعة وعشرين ألفا واربعمائة وتمانية وأربعين شهيدا وأكثر من واحد وستين ألفا وخمسمائة مصابة في الأثناء تواصل قوات الاحتلال تعطيل شبكات الاتصال والإنترنت لليوم السادس على التوالي عن قطاع غزة هذا وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضرباته الجوية اليوم على القطاع استهدفت ستة من مقاتلي حركة حماس وأكد جيش الاحتلال أنه تمكن من استهداف القيادي في الحركة بلال نوفل مسؤول مكافحة التجسس في المنطقة الجنوبية للقطاع وخمسة مقاتلين آخرين هذا وقال جيش الاحتلال أن العملية ستؤثر على قدرة حركة حماس على تطوير وتعزيز قدراتها بحزب زعمها أعلن الجيش الأردنية أن مستشفاه العسكري الميداني في خان يونس بقطاع غزة تضرر بشدة بسبب قصف إسرائيلي في محيط وأنه يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة وأضف الجيش الأردني أن القصف الإسرائيلي لمستشفاه الميداني في غزة انتهاك صارخ للقانون الدولية ما بين إبادة وتطهير عرقي ونزوح قصري وكارسة صحية وانهيار للبنى التحتية تعيش غزة أياما تخطط المئة دون بصيص ضوء عن انتهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي لم يكتفي بعد من الدماء فالقصف المدفعي والجوي لا يتوقفان ليلا أو نهارا على القطاع المنكوب من الجو كانت الغارات تستهدف المنازل والبنى التحتية المتبقية في قطاع غزة من جباليا شمالا ومرورا بمحافظات الوسط وانتهاءا بمدينة رفح جنوبا ليسقط عشرات الشهداء والمصابين فضلا عن مفقودين تحت الأنقاض لم تستطع الإمكانات المتواضعة تشالهم وعلى الأرض كانت مدهمات قوات الاحتلال المتوغلة تستهدف في الأغلب المناطق التي يحميها القانون الدولي فدهمت تلك القوات محيطا مستشفى ناصر في خان يونس جنوبا لتجبر بعد ذلك على التراجع بسبب شراسة المقاومة الفلسطينية وعلى الأرض أيضا لم تسلم المربعات السكنية والمناطق المأهولة في خان يونس على الأخص ومحيط مراكز الإيواء من قصف المدفعية الإسرائيلية سواء من تلك المتمركزة على حدود القطاع أو من البحرية الإسرائيلية القابعة أمام شواطئها لتدمر ما تحرمه الأعراف والقوانين الدولية ولم يكتفي الاحتلال بذلك ففي يومه الثالث بعد المئة كانت المقابر التي تحتضن شهداء غزة ضمن بنك أهدافه ليعيس فيها فسادا وتدميرا ونبشا بل وصل به الأمر إلى سرقة القسس وهي الجريمة المروعة التي استحدثها الاحتلال الهمجي للاستيلاء على أعضاء الشهداء التي لم تسلم من عدوانهم في مشهد لن ينساه التاريخ وأما عن الوضع اللا إنساني الذي يعيشه أهل غزة فقد صار عذابا مع أبسط التفاصيل إلى أكبرها ولسيما بعد قطع الاحتلال للمياه والكهرباء وأخيرا قطع الاتصالات والإنترنت وتضييقه على دخول المساعدات الإنسانية بينما تتعرض غزة لمثل هذا القصف العنيف والواسع النطاق والمتواصل مصادر طبية حذرت من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها المرضى المزمنون إذ إنما يقرب من 350 ألف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة كما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع تواقم الأسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم فمن لم يمت قصفا مات جوعا أو بردا بعد دخول فصل الشتاء تحذيرات أممية بلا عدد حول الوضع المتردي للمدنيين في غزة ولا حياء لمن تناديه من حكومة الاحتلال أو الدول المساندة له ورغم اعتراف تلك الدول أن العدوان على غزة لن يوفر الأمن لإسرائيل بل ويلقي بالمنطقة بكاملها فئة نجحيم ستمتد شرارته سريعا لجميع أنحاء العالم ما زالت حكومة نيتانياهو تواصل إجرامها ووحدها الأيام المقبلة سوف تجيب على موعد وكيفية انتهاء هذا الظلم والعدوان على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة حيث أكبرت الفصائل الفلسطينية صباح اليوم قوات الاحتلال على التراجع في محور خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد أن خاضت معها اشتباكات عنيفة في محيط مستشفى ناصر الطبية وعلنت حركة حماس تمكنها من استهداف ست دبابات إسرائيلية من نوع مركفا وجرافة عسكرية بقضائف اليسين 105 جنوب مدينة خان يونس كما أعلنت تمكنها من استهداف ناقلة جند شرق جباليا بشمال القطاع في مقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي في المعارك الدائرة بقطاع غزة وإصابة 35 آخرين خلال الساعات الماضية وبذلك يرتفع عدد قتل الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية الاكتياح البري في 27 أكتوبر الماضي إلى 194 قتيلا بينما يرتفع العدد الرسمي منذ بدء الأدواني في 7 أكتوبر الماضي إلى 529 ضابطا وجنديا وإلى الضفة الغربية المحتلة حيث ارتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على مدن الضفة إلى 7 شهداء في كل من تول كارم ونبلس في تول كارم استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بعضهم بإصابات خطيرة في قصف طائرة مسيرة استهدف مجموعة من الشبان في حارة التمام بمخيم تول كارم أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرة إسرائيلية مسيرة صباح اليوم استهدفت سيارة قرب مخيم بلاطة شرق نبلس بشمال الضفة الغربية المحتلة كما أوضحت المصادر مصادر أمنية أن طائرة المسيرة قصفت السيارة بمحاذاة مخيم بلاطة ما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على تواقم الهلال الأحمر الفلسطيني لمنعهم من الوصول لمكان للسهداف ذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم نحو 45 فلسطينيين على الأقل من الضفة بينهم سيدتان وطفلان وأسرى سابقون بالإضافة لاعتقال عدد من عمال غزة من بلدة عزول صحية بنتي مرعوبة ميتة خوب كانت نايمة هون الزازين كسروا أجي كلوا على سريرها لما نسحبوا الجيش وهذا تطلعنا شفنا كيف أجيوا الإسعافات وأجيوا الدفاع المدني صاروا يطولوا بالأشلاء ونلموا من الشارع طالب وزير الأمن القومي في إسرائيل إطمار بن غفير رئيس الوزراء بن يمين نتنيهو بالتوقف عن محاولة تجنب تحمل المسئولية فيما يخص سماح لشحنة أدوية موجهة للمدنيين في غزة بالدخول إلى القطاع دون فحصها أولا من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية وأشدد بن غفير أنه من مسؤولية الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التأكد من الشحنات التي من المفترض أن تحمل الأدوية للمختطفين لا تحمل أيضا ذخيرة ومعدات لحماس وهذه مسؤولية مجلس الوزراء الحربي والمصغر قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إن جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة تطلب بناء 150 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 15 مليار دولار أضاف مصطفى خلال حديثي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن جهود إعادة الإعمار ستكون هائلة وأن الاحتياجات المالية ضخمة وسيطلع الصندوق بدور في هذه الجهود داعينا المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول سريعة لوقف الحرب والشروع في الشراكة مع الصندوق لإعادة إعمار غزة السراء الثاني ترجمة نانسي قنقر أكبر اشتركوا في القناة وصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الصراع في غزة بأنه مؤلم للغاية وخلال كلمتها ماما المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أوضح بلينكين أن ثمة حاجة إلى دولة فلسطينية تعطي للفلسطينيين ما يريدون وتتعاون مع إسرائيل لتعمل بكفاءة وأكد على ضرورة زيادة المساعدات إلى غزة مشددا على دور الذي يجب أن تلعبه إسرائيل في تخفيف المعاناة الإنسانية كما عبر بلينكين عن أسفه لحجم المآسي الإنسانية في الشرق الأوسط لا سيما في فلسطين وإسرائيل محذرا من خطر انتداد الحرب في جميع أنحاء المنطقة قال الممثل الأعلى لالتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيف بوريل إن الأولوية القصوى الآن هي منع تهجير قصري جديد خارج قطاع غزة بحكم الأمر الواقع وهو أمر غير قانوني بمجاب القانون الدولي وغير مقبول أخلاقيا حذر بوريل من انتهاج معايير مزدوجة بخصوص غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي والذي نلقأ للقانون الدولي في أوكرانيا لا يمكننا أن نتجاهل ذلك في غزة كما أشار بوريل إلى أهمية منع تساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن كان وتخفيف حدة الوضع الكارثي في غزة وتمهيد الطريق لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في هذا الإطار جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش دعوته لوقف إطلاق النار في غزة والحيلولة دون توسع الصراع في المنطقة وكان جوتيريش قد دعا قبل يومين إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ أكثر من مائة يوم في قطاع غزة وضف جوتيريش أن طول أمد الصراع في غزة سيزيد مخاطر تصعيد وإساءة الحسابات وتابع بالقول أن شيئا لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني شن الكاتب الإسرائيلي بماكيال مهجوما على فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بسبب ما سماه بالمستوى الهائل في الكذب مؤكد أنه لو تم توصيل جهاز كشف الكذب بالمحامين الإسرائيلي في لهاي لنهارت شبكة الكهرباء بسبب تواطئها في الجرائم في مقال كتبه في صحيفة هارتس الإسرائيلية قال مايكل ربما تكون جنوب إفريقيا اختارت رفع قضية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة رغم صعوبة إثبات ذلك لأن تلك هي الطريقة الوحيدة لإجبارها على المثول على وجه السرعة أمام محكمة العدل الدولية على أمل أن تصدر بعض أوامر مؤقتة ذات تأثير ضدها مشيرا إلى أن إسرائيل رأت في تلك التهمة فرصتها للتركيز على محاولة لضحضها وبالتالي تحويل النقاش عن جميع الفضائع الأخرى التي ترتكبها في قطاع غزة رفض مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يقضي بتجميد المساعدات الأمنية لإسرائيل ما لم تصدر وزارة الخارجية تقريرا خلال ثلاثين يوما لبحث ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها ضد حركة حماس في غزة وصوت 72 عضوا في مجلس الشيوخ لصلاح إلغاء القرار مقابل 11 أي دو ما أدى بسهولة إلى الحصول على الأغلبية البسيطة اللازمة لإلغاءه أو لإلغاء القرار في المجلس المؤلف من 100 عضو صدى جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة سمع جليا داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي كما كان انعكاسها واضحا في شوارع الولايات المتحدة فعلى الرغم من تصاعد الأصوات الرافضة للدعم المطلق لإسرائيل داخل الشارع الأمريكي رافض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فقد صوت 72 من أعضاء مجلس الشيوخ ضد مشروع القرار مقابل 11 عضوا مؤيدا وهو ما يعني تحقيق الأغلبية اللازمة لرفض إقراره بسهولة في المجلس المؤلف من 100 عضو وجرى التصويت بناء على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرس وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي حيث أكد في كلمة ألقاها قبل التصويت إنه يجب ضمان المساعدات الأمريكية التي تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانينها وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأسير الحرب على المدنيين الفلسطينيين ورغم رفض مشروع القرار بسهولة إلا أنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين وخاصة الجنح اليساري بشأن توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل على الرغم من القسائر الفادحة التي خلفها العدوان الإسرائيلية على غزة على المدنيين الفلسطينيين أخبار سادسة ما زالت تتواصل مع حضرتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها أمام اجتماع الجامعة العربية بشأن الصمال سامح شكري يحذر من مغبة سياسات إثيوبيا الأحدية المخالفة لقواعد القانون الدولية قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعادت قوة الحوثي في اليمن إلى قائمة الجماعة الإرهابية في أحدث محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات على الشحن الدولية أضف المسؤولون أن تصنيف الحركة المتحلفة مع إيران على أنها جماعة إرهابية عالمية يهدف إلى قطع التمويل والأسلحة التي تستخدمها لمهاجمة أو خطف السفن في ممرات الشحن الجوية في البحر الأحمر قالت شركة تامبريل بريطانية للأمن البحري إنها طلقت تقارير عن اقتراب ثلاثة زوارق وطائرة المسيرة من سفينة حاويات ترفع علم ملطة على بعد نحو 16 كيلو متر جنوب غربي منطقة دوباب في اليمن وأضافت الشركة في مذكرة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أدرار أو خسائر بشرية كانت تامبريل قد أفادت أن سفينة ترفع علم ملطة ومملكة لجهة يونانية استهدفت وأصيبت بصاروخ لدى عبورها للبحر الأحمر في اتجاه الشمال أعربت منظمات غير حكومية عن قلقها البالغ إذا تأثير التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر على العمل الإنساني مشيرة إلى أن بعض المنظمات الإنسانية علقت عملياتها بسبب مخاوف أمنية بعد الضربات الغربية على قوة الحوثي وفي الأيام الأخيرة شنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة ضربات على مواقع عسكرية لقوة الحوثي ردا على هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب على سفن انتجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها دعما للفلسطينيين في قطاع غزة وأعربت 26 منظمة دولية بينها سايف ديتشيلدر والمجلس النيروجي للاجئين في بيان مشترك عن قلقها البالغ زاء الأثار الإنسانية للتصايد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد ونتابع أقبار السادة حيث عقد مجلس جامعة الدولة العربية على مستوى زرائل خارجيات العرب اجتماعا طارئا عبر الفيديو كونفرنس لبحث الأزمة بين الصومال وإثيوبيا هذا وبحث الاجتماع وتداعيات إبرام مذاكرة تفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وأقليم أرض الصومال الواقعة شمال غرب الصومال كما يناقش بلورة موقف عربي موحد تجاه انتهاك إثيوبيا للسيادة الصومالية على أراضيها في كلمته أكد الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة القاطع لسيادة دولة الصومال وحكومتها الفيدرالية على كافة أراضيها والمكفول بموجب القانون الدولي تنص عليها مواثيق كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في هذا الإطار شدد أبو الغيط على أن مذكرة تفاهم للشراكة والتعاون الموقعة مطلع الشهر الجاري بين إثيوبيا وأقليم أرض الصومال تعد انقلابا صارخا على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة ومخالفة واضحة للقوانين والاتفاقيات الدولية النافذة من جنبه أكد وزير الخارجية سامح شكري على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في الصومال وجدد شكري تحذير مصر من مغبة السياسات الأحدية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي وكذا لمبادئ حسن الجوار التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية هذا وأعرب شكري عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال ورفض أي إجراءات من شأنها الإفتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل الحصري في الانتفاع لموارده ووفقا لإرادته بأية صورة كما شدد على أن مصر لن تألو جهدا في دعم دولة الصومال الشقيقة أعقدت لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة عن دور الإعلام في دعم النشاطات الثقافية بوزارة الثقافة وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين بعد التحية باسم اطلعنا على أهم ما لديك حول هذه الفعلية تحياتي إليك من مدار الأبرى المصرية وتحديدا من المجلس الأعلى للثقافة حيث تعقد الآن وتجري الفعاليات لمائدة مستديرة تحت عنوان الإعلام ودعم الفعاليات الثقافية والتي تعتبر معرض الكتاب نموذجا بمناسبة اقترب أيضا معرض الكتاب هذه الندوة أو المائدة المستديرة التي تجري تحت إدارة الإعلام الكبير جمال الشاعر وبحضور السادة خالد داغي الرئيس دار الأبرى المصرية والأستاذ خالد مرسي رئيس التطوير بالتلفزيون المصري والدكتور الأستاذ نائل فاروق رئيس التلفزيون المصري ولفيف من السادة الإعلاميين والعملين بوزارة الثقافة الذين يبحثون معا عن حلول وأطرحات تتحدث عن كيفية التفاعل والتواصل مع المجتمع ليس فقط من خلال القنوات التلفزيونية بشكلها تقليدي ولكن باستحداث أو استخدام ما تم استحداثه من وسائل تواصل اجتماعية عبر المنصات المختلفة وضرورة أن يكون هناك تواجد لكافة القنوات الفضائية العاملة في مصر من خلال منصات إلكترونية نظرا لأن الجمهور الجديد خاصة الجمهور من الشباب إنما يحرص على المتابعة الإعلامية من خلال المنصات الإلكترونية المختلفة ومن ثم يجب التواجد من خلال هذه المنصات لتغطية المجتمع المصري بشكل عام ليس فقط الذين يتابعون الإعلام من خلال شاشات التلفزيون التقليدية وإنما حتى من خلال المنصات الرقمية المتعددة وتم التحدث عن أطرحات في التفاعل والتكامل المستقبل ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتلفزيون المصري أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا مباشرة المرسل التلفزيون المصري باسم أبو الأنين شاهدين ووقفة أخيرة مع أخبار الاقتصاد أخبار المال والأعمال في نشرة سادسة تستعرضها لنا مرنائها إليكم شكرا لك مصطفى شكرا فاطيمة والآن مشاهدين جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة تكتيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج لإلقاء الضوء على المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مشروعات القطع الخاص وكلف مدبولي خلال اجتماع الحكومة الإسبوعية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالعمل على حل أي مشكلات وإزالتها وذلك في ضوء جهود الحكومة الرامية إلى دفع العمل بمختلف المشروعات وتسير الإجراءات في إطار توجهات الدولة نحو تسير إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة وتهيئة المناخة داعم للقطع الخاص كما استعرض اجتماع الحكومة أبرز ما تحقق من نتائج أعمال وزارة السياحة والأثار خلال الفترة الماضية وخلال اجتماع مجلس الوزراء أوضح وزير السياحة أنه على الرغم من التحديات المختلفة إلى أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح وأضف الوزير أن ربع الرابع من عام 2023 شهد إقبالا كبيرا في حركة السياحة وهو يعد الثاني في التاريخ حيث أسجل 3.6 من 10 مليون سائح وافد إلى مصر ذلك بمعادل زيادة تقدر بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بسبب الحرب على قطاع غزة أكد وزير البترولا طريق الملة أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعديل ساهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة وجاء تصريحات الوزير في أعقاب توقيعه عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية بين هيئة الثروة المعدنية والشركة كندية ذلك بعد تحقيقها كشفا تجاريا للذهب بمنطقتين حمام غرب ورودرين الواقعتين بامتياز أبو مروات في مساحة تقدر بحوالي 58 كم مربع كما شهد الوزير توقيع عقد بين هيئة الثروة المعدنية والشركة إنجليزية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كم مربع بمنطقتين بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن العلاقات المشتركة التي تجمع قناة السويس بعملائها هي علاقات ممتدة قائمة على تعاون وتنصيق المشترك بهدف دعم استقرار سلسل الإمداد العالمية لا سيما في أوقات الأزمات ذلك عبر فتح قنوات تواصل مباشرة مع العملاء واستطلاع أرائهم واحتياجاتهم وفقا لتدعمها دعيات الموقف جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع كاثة سابندسن المديرة التنفيذي لمجموعة ABM ترميناليس وأحمد حسن رئيس استراتيجية الأصول لمجموعة ميرسك العالمية وهاني أنلادي ممثل مجموعة شركات ميرسك العالمية بالشرقي الأوسط وشمال إفريقيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس ذلك في إطار حرص الهيئة على فتح خطوط تواصل مع العملاء في أسواق بيترولا العالمية تراجعت أسعار النفطة حيث أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من الطلب على الخام المقوم بالعملة الأمريكية وانخفض سعر العقود الأجلة لخامي برينت نسبة تقدر بـ 1.72% إلى 76.94 دولار للبرميل كما تراجعت العقود الأجلة لخامي غربي تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.84% إلى 71.7 دولار وانخفضت أسعار المزعوط عالميا بنسبة تقدر بـ 1.34% لتصل إلى 2.62 دولار للتر هذا وانخفضت أسعار الغزي الطبعي بنسبة 2.62% لتسجل 2.82 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن القيود الأمريكية على صادرات الرقائق المتطورة للصين تهدف للحفاظ على الأمن القومي وليس لتعطيل تجارة ذلك بعد انتقاد ضمني من بكين وقال ساليفان في المتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه يريد توضيح أن هذه التدبير المحددة لا تشكل حصارا تكنولوجيا ولا تسعى إلى تقييد التجارة والاستثمار على نطاق أوسع وليست في الواقع كذلك وأضاف أن القيود الأمريكية على أجباه الموصلات تتضمن اقتطاعا واسعا لرقائق التجارية التي يمكن أن تساعد في تعزيز التقدم الاقتصادي أعلنت بكين أن إجمالية نتج المحلية الصينية ارتفع العام الماضي بنسبة تقدر بـ 5.2% في واحدا من أدنى معدلات نمو الاقتصادية خلال ثلاثة عقود وكانت بكين وضعت نصب عيونها هدفا يبلغ نحو 5% بعدما لم يتعد معدل نمو في عام 2022 نسبة الثلاثة بالمئة وتعاني الصين من أزمة عقرية وتباطئ الاستهلاك وشكوكا في مدى قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على النهوض من تدعيات جاحة كورونا وتؤثر أزمة مستعصية في قطاع العقرات مصحوبة بمعدل بطالة قياسية في أوساط الشباب وتباطئ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين مشاهدينا انتهت أخبار الاقتصاد وعود عليكم مرة أخرى مصطفى وفاطيمة شكرا نامرنا إيهاب على هذه الوقتة الاقتصادية بهذا مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار السادسة لم يتبقى في هذه النشرة سوى التذكير بأهم وأبرز العنوي خلال استقبالي وزير خارجات اليونان الرئيس عبد الفتاح السيسي يحذر من قطورة التحصيد العسكري بالمنطقة على أكثر من جبهة الرئيس السيسي يبحث وجهود تطوير التعاون الزراعي مع القارة الأفريقية ويوجه بتعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الاحتلال الإسرائيلي يرتكب ستة عشرة مجزرة في قطاع غزة رحى ضحيتها مائة وثلاثة وستون شهيدا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية مشاهدين وصلنا لاختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشككم لطيف المتبعة شكرا لكم وذنتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة